بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله جبتلكم النهاردة قصة رائعة امرأة تتكلم بالقرأة تجي نشوف قال عبدالله بن المبارك رحمة الله عليه خرجت حاجة إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فبينما أنا في الطريق إذا أنا بسواد على الطريق فتميزت ذلك فإذا هي عجوز عليها در من صوف وخمار من صوف فقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقالت سلام قولا من رب الرحيم فقلت لها يرحمك الله ماذا تصنعين في هذا المكان قالت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام فعلمت أنها قضت حجها وهي تريد بيت المقدس فقلت لها أنت منذ كم في هذا الموضع فقالت سلاس ليال سويا فقلت ما أرى معك تعاما تأكلين فقالت هو يطعمني ويسقي فقلت فبأي شيء تتوضئين فقالت فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقلت لها إن معي تعاما فهل تأكلين فقالت ثم أتم الصيام إلى الليل فقلت ليس هذا شهر رمضان قالت ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر العالم فقلت قد أبيح لك الإفطار في الصفر قالت وإن تصوموا خيرا لكم إن كنتم تعلمون فقلت لما لا تكلميني مثل ما أكلمك قالت ما يلفز من قولي إلا لديه رقيب عتيد فتعجبت من ردها وقلت من أي الناس أنت قالت ولا تقف ما ليس لك به عين إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فقلت قد أخطأت فجعليني في حل قالت لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم فقلت فهل لك أن أحملك على ناقتي هذه فتدرك القافلة قالت وما تفعل من خير يعلمه الله قالت فانحنيت ناقتي فقالت قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فغضت بصري عنها ولما أرادت أن تركب نفرت الناقة فمزقت ثيابها قالت ما وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فقلت لها اسبري حتى أعقلها فقالت ففهمناها سليمان فعقلت الناقة وقلت لها فعقلت الناقة وقلت لها اركبي قالت سبحان الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمقلبون فأخذت بزمام الناقة وجعلت أسعى وأصيح فقالت واقصد فيه مشي واغضب من صوتك فجعلت أمشي رويدا رويدا وأترنم بالشهر فقالت فاقرأوا ما تيسر من القرآن فقلت لها لقد أهتيتم خيرا كثيرا فقالت وما يتذكر إلا أولو الألباب فلما مشيت قليلا قلت لها ألك زوج قالت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم تسوء فسكت ولم أكلمها حتى أدركت بها أدركت بها القافلة فقلت لها هذه القافلة فمن لك فيها فقالت المال والبنون زينة الحياة الدنيا فعلمت أن لها ولدا فقلت وما شأنهم في الحج فقالت وعلامات وبالنجم هم يهتدون فعلمت أنهم أدلاء الرقب فقصدت لها القباب والعبارات فقلت هذه القباب فمن لك فيها قالت واتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما يا يحيى هزي الكتاب بقوة فناديت يا إبراهيم يا موسى يا يحيى فإذا بشبان كأنهم أقمار قد أقبلوا فلما استقر بهم الجلوس قالت فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أسكى طعاما فليأتكم برزق منه فمضى أحدهم فاشترى طعاما فقدموه بين يدي فقالت قلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية فقلت الآن طعامكم علي حرام حتى تخبروني بأمرها فقالوا هذه أمنا لها أربعين سنة لم تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تزل فيسخط عليها الرحمن فسبحان القادر على ما يشاء فقلت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ترجمة نانسي قنقر